حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وقع حريق ضخم في قاعة المؤتمرات المقررة أن تشهد افتتاح مهرجان الجونة غدا الخميس وجرى الاستعانة بعربات ادفاء في محاولة للسيطرة على الحريق الذي ما يزال مشتعلا حتى الآن وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيانا لها الآن عن أنه تم السيطرة على حريق مصرح البلازة الذي شب قبل قليل وجار حصر الخسائر وتابعت في بيان لها وجهته للصحفيين وضيوف المهرجان وتابعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيانها الموجه للصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده عصر اليوم نؤكد على جميع السادة الزملاء أن المكان الذي سوف ينعقد به المؤتمر الصحفي ليس له علاقة بما كان الحريق كانت قوات الإدفاء المدني قد سيطرت على حريق كبير شباب القرب من مكان إنعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي قبل قليل ووصلت سيارات الإدفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتحاول السيطرة على النيران كان من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للدورة الخامسة من المهرجان عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل الافتتاح المقرر عقده مساء الغد وتحاول إدارة المهرجان السيطرة على الموقف وحتى الآن غير معروف حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المكان ترجمة نانسي قنقر